ازايكم يا شباب اخباركم يا رب تكون الكيمستري شغالة معكم حلو تمام اهلا بكم الدرس التالت يلا ندوس مع بعض على طول طبعا بيقول لي لو فاكرين ده كان درس الحكاية دي كلها ماشي يلا كده مع بعض يقال لي على حسب ال في بي تي ويتش افزا فولوينج اندر جو اوفرلابنج تو فورم بي ار تو حاضر ال بي ار لو انت فاكر الكونفجريشن بتاعه اه ارجون اتين فور اس تو سري دي تن طز فيه مش محتاجه فور بي فايف طب تعاليك اتفرج على الفور بي الخمسة اهم يا معلم ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى هيحصل عند الاستاذة الاخرنية دي هو البي ده اللي هيمسك مع البي التاني عشان يعمل البي ار تو يبقى الاوفرلابنج عند الفور بي اتنين اكوردنج تو الفيلانسي بوند سيري واتار اربت ويتش افرلابتو جيزر تفورم الاتش بي ار يبقى ادي البي ار معاك الفور بي طب والاتش ما عندوش غير اس اللي هالوان اس يبقى الوان اس بتاعت الاتش مع الفور بي والبي دي كانت البي زد كمان ماشي رقم تلاتة هيبارديزيشن بروسس كان تيك بليس بتوين الاوربيتال اوف سب ليفلز يحصل هيبارديزيشن ما بين مين ما بين اس و بي عشان الاس والبي بيبقوا مختلفين عن بعض بس في نفس الدور فانت عندك وان اس وان بي مفيش حي اسمها وان بي تو اس تو بي او تنفع فايف اس والدي ما تنفعش الدي والسري بي ما تنفعش يبقى هي التو اس وي التو بي رقم اربعة وين هيبارديزيشن بتبقى اس بي سري لو انت فكر دي لو عملت لها لينك مع الفيسبر بعد الدرس اللي فات الاس بي سري اللي يطلع لك الاشكال التتراهيدرال تمام ماشي الارانجمنت بتاعهم في الاس بيبقى زي ما قالين تتراهيدرال الهايبارديزيشن اوف الامونيا ان اتش سري عسل ان اتش سري ده عبارة عن ال اي اكس سري اي حلو وده مش طقاط ال اي اكس فور وال اي اكس فور ومش طقاط ونوع الهايبارديزيشن فيها اس بي سري علشان السيجما اه سوري اللون بير اكتاء السيجما بوند اللي بعده رقم ستة وتشوف باي يبقى ما بين حاجات عبارة عن بي مش اسات وبيبقى دول بارل بوند يعني واقفين اصاب بعض ماشي البي يجي لك في البي اربت اللي هو ايجابتك تبقى سي تمام ما يبقاش المناظر دي طبعا خالص ودي تبقى سيجما دي كده مش باي رقم سبعة عندي اسمه اس بي تو الارنجمنت اوف الالكترون ان اللي سبيس از اس بي تو ومشطقاته يبقى ده الاي اكس سري والاي اكس سري ياخد انها اشكال مظبوط الترانجل البلانار ترانجل اللي بعده رقم تنانية what is the value of the angle between two hyperdized orbit in central atom بي اف سري البي اف سري هي الاي اكس سري والاي اكس سري اولا ده عبارة عن اس بي تو والاي اكس سري الزوية في مية وعشرين عسل يبقى الاجابة عندك هتطلع c اللي بعده رقم تسعة وحدة سيجما وحدة باي الباي لازم اكيد ما بين البيهات ماشي يبقى انا عندي الباي بتاعتي وارد تبقى ما بين ده وده تاني هو عندك ارجاني كومباوند فيه دابل بوند حصلت الدابل بوند دي واورجانيك يعني عندك كاربون يعني انت من الاخر هو بيغششك بيقولك معاك وده دابل بوند سي وكده دي بتاعت الباي ودي سيجما 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 انت عندك كم سيجما يا عم تلاتة سيجما يبقى نقول في تلاتة سيجما 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 تحصل ما بين مين البيزد والبيزد اللي ما دخلوش في الهيبردايزد اوربت يبقى الحكاية بتاعتك هتصفصف على الاختيار ايه علشان سيجما سيجما بوند اللي حصلة الحتة اللي هنا بالاخص والباي بوند هي البيزد مع البيزد رقم عشرة H2O والSO2 هنا دي عبارة عن AX2E2 وهنا دي أدي S ودي O ودي O ودي اللون بير يبقى دي AX2E ايه مستر اللي انت بتعلمينه ده ايه يا عم الدكترة اللي شغال ده ازاي يعني انت شغالها لي هايبرديزيشن مع فيسبر اه يا عم شغالها هايبرديزيشن مع فيسبر اه هي كده هو الصيع يلعبها كده لكن العلنياته الشخص النباتي اللي بيفكر تفكير مباتات يعمل ايه يستغلها بقى VBT لا يا عم انت لو عرفت تلعبها بالفيسبر اتعرف تلعبها بالفي بي تي يا خويا دول مزي بعض استحالها يديني نفس الهايبرديزيشن هم دول نفس العيلة لازم يتبقى AX4 مشتقطها AX3 ومشتقطها يبقى انت زي بعض يبقى تديني نفس الهايبرديزيشن فاهم حاجة ولا نبات تعالي على دي دي كانت AX2E AX2E طب ودي AX2 نقية طب ودي هنا AX2E ودي AX3 خدت بالك دي AX3 ومشتقطها يبقى نفس الهايبرديزيشن لو اللي طب هنا دي AX3E وAX3 تمام؟ يبقى دول مزي بعض ماينفعوش عشان دي AX4 او مشتقط AX4 يبقى على هي كانت خدت بالك عاوز واحد صايع ماشي رقم 11 جاء قال لي ماذا هو طيب الهايبرديزيشن في السنترل الاتوم في كل الابزيت هاتلي تابعة في سبر تحلها في ثواني ده AX2E او ممكن تعدهم كام واحدة ثلاثة بند اثنين بند بير واحدة لون بير يبقى ثلاثة سيجمة يبقى SB2 تبدأ واحدة اثنين ثلاثة SB2 بر ثلاثة SB2 SB2 اهي الاختيار بي رقم 12 الكمبينيشن ما بين 1S وز 1B رزلت انفورميشن افتو اوربت حلو عملي SB يلا يا عمي نرجع بالذاكر SB دي يبقى دي شبه الAX2 يا عمي دي AX3 ومشتقطها يبقى SB2 AX4 ومشتقطها يبقى SB3 يبقى قال لك SB عملوا مع بعض اتنين أوربت يبقى هما SB يبقى الانجل ما بينهم بكام هي معال 180 ماشي رقم 13 what is the type of hybridization of carbon atom تمام نوع hybridization في carbon atom in CO2 يعني ما حنسى إلينا ما CO2 ده هو اختصار AX2 يبقى نوع hybridization SB2 14 which of the following represent hybridization in one of the following molecules and the stereo structure of this molecule ده AX2 حاط يبقى مبدئيا SB ومش planer يلا رايح AX2 يبقى مبدئيا SB صح linear صح حلو الاختيار ده تبدأ AX3 يبقى SB2 ما ينفعنيش SB2 ما هو 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 AX3 يبقى من الاخر الاختيار الصح هو كان مين كان بي علشان انت بتدور على من Vsper ينفضلك مع VBT حل مسألتك في ثواني يبقى ده X2 اللي هو SB خد بالك عدد X هو عدد الحروف المكتوبة هنا يعني هنا كان X3 يبقى SB 2 عشان يبقى مدمحهم 3 فاهم اللعب عدنا نعيد ونزيد في الكلام ده وإحنا عادين مع بعض ماشا رقم 15 جاء لي what is the stereo structure of each of acetylene دي بتاخد أشكال اللينير بريليون فلورايد بي E F 2 عشان هو كده كده group 2 A B فيقوم يترسم B A D F و D F يبقى برضو الشكل بتاعه كان لينير يبقى الإجابة D تمام رقم 16 10 تاني لسه برضو مكملين مع بعض طب الكربون رقم 3 1 2 3 سيجمة اوعى تعديلي دي عشان ما نلبس في الحيط دي باي الباي ما بتتحسبش الباي ما بتجيبليش الأوفورلابين يبقى أنا من الآخر معايا 1 2 اللي هي عند الهايدروجين 3 اهيه يبقى ده SB2 هم اللي اتنين مكملين معاك SB2 طب ده نطلع ادي 1 2 2 مع الهايدروجين 2 سيجمة و 1 سيجمة اهيه يبقى كده 3 سيجمة يبقى SB2 للمرة التانية يبقى الإجابة تطلع لك سيجمة تمام رقم 17 what is the change in the value of the angle between الهايبرد او الهايبرد او الهايبرد او الهايبرد لما كان الهايبرد سيجمة SB3 بقى SB2 بقى SB يعني عملت تحول من التراهيدرون لي البلانر لي اللينير يبقى الزاوية عملت زيد تمام تتحول من المية وتسعة ونص للمية وعشرين للمية وتمانين 18 جبت ميسين حلو كان CH4 نوع AX3 SB3 سري AX4 اتحرق مع الأكسجين طلع كربون ده CO2 تبقى AX2 اللي هو SB اتحرق اتحرق من SB3 للSB من SB3 للSB اهي 19 ما هو سيجما بوند اللي موجودين في القنباوند ده يا خراشي على مهلنا بقى نعد سيجما اتنين هيدروجين ودي واحدة هنا من الدبل يبقى ثلاثة وكمان هيدروجين اربعة وكمان H خمسة واتنين H سوري سوري ملقاوه ملقاوه يلا اتنين هيدروجين واحد ودي سيجما تلاتة ودي H اربعة ودي سيجما خمسة ودي اتنين H سبعة ودي سيجما تمانية ودي هنا فيه سيجما تسعة حلو تسعة ومعاك هنا ادي واحد واتنين عشرة نكمل حداشر كانوا تسعة واتنين حداشر حداشر واتنين هيدروجين حداشر واتنين هيدروجين تلاتة اربعة اربعة وقت شاية معاها بند يعني خمستاشر خمستاشر واحدة ستاشر ستاشر واتنين هيدروجين تمنتاشر الحمد الله على سلامته اوعى 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 تعد اللون اللي هنا تقول لي اكتق السيجما هم اكتق السيجما لكن ما بيتعدوش يبقى انت معاك تمنتاشر ماشي رقم عشرين جاء لي اللي موجودة في المليكيول ده كسيجما وكباي حاضر الباي بوند ادي واحد اتنين باي سهلين السيجما ادي هنا اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة الهايدروجين كده مسكة بسيجما يبقى انت معاك ستة سيجما واتنين ايه باي سهل واحد وعشرين اهم يا مسهل واحد وعشرين بيقول لي ان الاكسجين والنايتروجين والهايدروجين اكسجين ونايتروجين وهايدروجين حاضر شل كده دي على جنب يا وات الاكسجين معاي مع الاكسجين يبقى انت عندك واحدة سيجما واحدة باي النايتروجين والنايتروجين اتنين باي واحدة سيجما الهايدروجين مافيش غير واحدة ايه سيجما بس تمام يبقى الهايدروجين واحدة سيجما اهي اهي النايتروجين اتنين باي واحدة سيجما اهي الاكسجين واحدة واحدة اهي يبقى الاجابة بي اللذيذ يا خراشي اتنين وعشرين متاهة شوية بس ركز هتلاقي هترسمها صح ان شاء الله هترسمها صح كل دي سيهات ده ايه اللي في ترى ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سي ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سي هنا ان حلو يبقى الان دي مسكة هنا بتلاتة ما جاءش حل بداية الخط بتاعت من هنا هنا فيه اتش طب دي مطلعها تلاتة يبقى تطلع هنا واحدة طب بده مدين طلعها واحدة يبقى تطلع هنا تلاتة يبقى دي تطلع هنا ايه واحدة يبقى دي تطلع هنا ايه تلاتة يبقى دي تمسك مع ابو واحد خلص او عد تخطي الاتنين اتنين 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 كده انت بتلخبط نفسك خالص بتبايع اللعبة الصم او سيجما اند باي بونت حاضر تعال نعد ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تمام؟ طبعا الغشامة بقى تاخدك وتقول لي حتنا اتنين حتنا اتنين حتنا اتنين حتنا اتنين الغشامة دي ايه ده؟ عارف شجر سفنة بيفق حشائر سفنة بتفق ايه عم؟ ابتبي خطك من اول النايتروشين طيب رقم 23 من اذا اخر ريت اخر من وبير nauك ام انتسعة بذل المصارد الي واحد اللي يحصل كان الوي حدوق اللي هي شبهها اختها هي هناك. الكلورو ميسان. ماشي. رقم اربعة وعشرين. اندزولفن اتش سيل ان ووتر. ايز فورميد. بتوين البوستف هيدروجين. حلو. والووتر موليكين. عشان يدي لك سي سري او بوستف اللي هو الهايدرونيوم كومباوند او الهايدرونيوم سوري اين. وكانت البوند اللي بتحصل هنا اسمها الكووردينت بوند. عسل. رقم خمسة وعشرين. خمسة وعشرين. قال لي ايتش افزا فلونج كومباوند. كان فورم كووردينت بوند. كل دول يقدروا يعملوا كووردينت بوند. مع ده مين? عندك واحد يعرف يعمل كووردينت بوند. يبقى عند لون تير او تمام? على السنتر الاتم بتاعته. يبقى ده عنده لون تير او. ده عنده لون تير او. ده عنده اتنين لون تير او. طب ده ده ايتش و سي ال ما فيه السنتر الاتم. تمام? يبقى ده من الاخر اللي ما عمل لكش كووردينت بوند. عسل. ويتش افزا فولوينج او مليكيول كووردينت بوند. يا عم هاتلي واحد عليه لون تير على السنتر الاتم بتاعته. ده معلوهش لون تير. معلوهش لون تير. عنده لون تير او. يبقى ده اللي يعني الكووردينت بوند. اللي بعده. ويتش افزا فولوينج ربريزنت كوريكت بوندينج ان الامونيا. الامونيا لو انت فاكر هي اللي بتدي اللون بتير بتوحها. اللي على النايتروجين للهايتروجين. ماشي. هنا مدية 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 دي لأ. طب نركز. الامونيا ما ينفعش تدي ازرق واحمر. ده كده مش معناها ان الالكترون دي بتوحها بس. ده كده بتوع نايتروجين والهايتروجين. طيب. لو اخد بالك دول بتوع مين? دول بتوع الهايتروجين. اهو. قال لك ده بتوع النايتروجين. والازرق بتاع الهايتروجين. يبقى لازم النايتروجين يتسلف اتنين الالكترون هم اورنج. يبقى ليجا بس ايه? حلو. اهو. خلصوا. يا رب تكونوا تفهمتوا اي حاجة. نضع بسيط. بسيط جدا. بس ما تخليش الدنيا تتكتل عليك. وركز كده واحدة واحدة هتلاقي الدنيا تلمت. تمام? شد حلكو. اشوفكم في فيديو جديد على خير. سلام.